إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال عليه الصلاة والسلام إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ من القطيعة قال نعم أما ترضينا أن أصل من وصلك وأخطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك قال عن النبي الكريم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعناهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها أيها الإخوة لقد خلق الله الرحم وشق لها إسما من إسمه ووعد ربنا جل وعلا بوصل من وصلها ومن وصله الرحيم وصله إلى كل خير ولم يقطعه أحد ومن بتره الجبار لم يعله بشر وعاش في كبد بقلق وخوف فالله عز وجل يصل من وصل رحمه ويقطع من قطع رحمه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال عليه الصلاة والسلام الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله أخرجه البخالي ومسلم عائشة أبو المؤمنين صلة الرحم محبة لأهله بسط الرزق بركة العمر فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الكريم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثرات في المال منسأة في الأثر وهناك حديث آخر أن النبي الكريم قال من سره أن يبسط الله عليه في رزقه أو ينسأ في أثره فليصر رحمه أيها الإخوة صلة الرحم أمارة على كرم النفس وسعة الأفق وطيب المنبت وحسن الوفاء ولهذا قيل من لم يصلح لأهله لن يصلح لك ومن لم يذب عنهم لن يذب عنك أي لم يدافع اقدموا على صلة الرحم قلوا التذكرة وأصحاب البصيرة أيها الإخوة صلة الرحم مدعاة لرفعة الواصل وسبب للذكر الجميل ومجيبة لشيوع المحبة وعزة للمتواصلين صلة الرحم تقوي المودة وتزيد المحبة وتتوثق بها عور القرابة وتزيل العداوة والشحناء فيها فيها التعارف وفيها التواصل وفيها الشعور بالسعادة تلبية دعوة الفقراء والأقارب من عمل الآخرة لكن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح المسلمون ليسوا كذلك كثير من الناس مضيع لهذا الحق مفرط فيه فمن الناس من لا يعرف قرابته لا بصرة ولا بمال ولا بجاه ولا بحال ولا بقلق ولا بود تنضي الشهور وربما الأعوام ولا يقوم بزيارتهم ولا يتودد إليهم لا بصلة ولا بهدية ولا يدفع عنهم مضرة ولا أذية من ربما أساء إليهم وأغلظ القول فيهم هذا الواقع المر ومن الناس من لا يشارك أقاربه في أفراحهم ولا يواسهم في أتراحهم ولا يتصدق على فقرائهم بل تجده يقدم عليهم الأباعد في الصلاة والهيبات أحيانا تأتيك دعوة من جهة قوية أو غنية تلبيها فورا وتلبية هذه الدعوة من الدنيا وأحيانا تأتيك دعوة من قريب فقير في أطراف المدينة لا تلبيها لضعف شأنه لهذا تلبية دعوة الفقراء والأقارب من عمل الآخرة النبي الكريم يقول لو دعيت إلى كراع لأجبت ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله لكن الناس ألف أن يلبوا دعوة الأغنياء والأقوياء وتلبية هذه الدعوة ليست من الدين بل من الدنيا لكن تلبية دعوة الفقراء والأقارب من عمل الآخرة فبطولة المؤمن أن يصل من قطعه هناك حالة أخرى من الناس من يصل أقاربه إن وصلوه ويقطعهم إن قطعوه يدعوهم إن دعوه هذه ليست صلة رحم إنما هي مكافأة للمعروف بمثله وهو حاصل للقريب والبعيد لذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها والبطولة أن تصل من قطعك أما أن تصل من وصلك أن تلبي من لباك هذا ليس من باب صية الرحم هذا من باب المكافأة بالمثل والآن هناك أناس يحرصون على دعوة الأباعد ويغفلون عن دعوة الأقارب الأباعد قد يكونون من أصحاب الشأن من أصحاب القوى والمال لذلك الأقربون أولى بالمعروف أما نتائج قطعة الرحم معادات الأقارب هذه المعادات شر ربلاء الرابح فيها خاسر والمنتصر مهزوم وقطعة الرحم من كبائر الظنوب وقبائح العيوب متوعد عليها صاحبها باللعنة والثبور فالتدابر بين ذوي القرب مؤذن بذوال النعمة وسوء العاقبة وتعجيل العقوبة فعن جبير ابن مطعم أنه سمع النبي الكريم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم لذلك عقوبتها معجلة في الدنيا قبل الآخرة فعن أبي بكرة قال النبي الكريم ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه بالعقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي ذنبان يعجل الله لصاحبهم هذه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة لذلك أيها الإخوة قطيعة الرحم سبب للذلة والصغار والضعف والتفرق مجنبة للهم والغم قاطع الرحم لا يثبت على مؤاخا ولا يرجى منه وفاء ولا صدق في الإخاء يشعر بقطيعة الله له ملاحق بنظرات الاحتقار مهما تلقى من مظاهر التبجير لقد كانت صحابة الكرام رضي الله عنهم يستوحشون جلوس مع قاطع الرحم معنى قولي تعالى وأصلح ذات بينكم مدام القلب ينبض كل شيء له حل المشكلة أن يقف القلب وأن تقاطع رحم مدام القلب ينبض مدام في الحياة بقية كل مشكلة مهما عظمت لها حل فالعدوات التي تتوهم أنها لن تنقضي تنقضي بزيارة مفاجئة بهدية باعتدار على الهاتف أحيانا بعمل صالح فالإنسان إذا أراد أن يحسن العلاقة بينه وبين القلق خلق الله يعينه الله على ذلك قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم قال بعض العلماء ذات بينكم تعني ما بينك وبين الله عز وجل هذه أهم علاقة وقال بعضهم ذات بينكم ما بينك وبين من حولك مع زوجتك مع أولادك مع أهلك مع والديك مع إخوتك مع أخواتك مع أصهارك ذات بينكم بزيارة بمصالحة بمودة بهدية باتصال هاتفي باعتدار أصلحوا ذات بينكم والمعنى الثالث أصلحوا ذات بينكم أي أصلح أي علاقة بين اثنين أول معنى بينك وبين الله والمعنى الثاني بينك وبين من حولك معنى الثالث أصلح أي علاقة بين اثنين لذلك أن المام لا يدخل الجنة النمام ينقل ما قاله فلان عن فلان والشيء الدقيق جدا أثر الهدية في استلاب المحبة وثبات المودة أيها الأخوة حسن الخلق له تأثير في هذه الصلة حسن الخلق من جهة والهدية من جهة ثانية تهادو فإن الهدية تذهب وحل الصدر هناك مشكلة مع أخيك قدم له هدية لتكون هذه الهدية شفيعا لك في إعادة المودة معه الهدية لها أثر في اشتلاب المحبة وإثبات المودة وإذهاب الضغائن وتأليف القلوب وكان عليه الصلاة والسلام يحدرون ويقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان يعرضوا هذا ويعرضوا هذا وخلوهما الذي يبدأ بالسلام الآية الدقيقة ولا تستوي الحسن ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه مود عذاوة كأنه ولي حميم النبي الكريم بلغ من صلة رحمه مبلغا عظيما ضرب به المثل على مر تاريخ فما سمعت الدنيا بأوصل منه قرابته أبناء عمه أبناء عمومته أخرجوه من مكة طاردوه أرادوا قتله شتموه آذوه حاربوه في المعارك نازلوه في الميدان قاموا بثلاثة حروب في بدر وأحد والقندق ودخل مكة منتصرا عشرة آلاف سيف متوهجة تنتظر كلمة منه من فمه وقفت له الأعلام مكبرة طنت بذكره الجبال والوهاد فلما انتصر وقف عند حلق الكعبة وقال لقرابة والعمومة ما ترون أني فاعل بكم فتصورون الجزاء المر والقتل الحار والموت الأحمر فيقولون وهم يتباكون أخ كريم وابن أخ كريم فتدمع عين النبي ويقول اذهبوا فأنتم الطلقاء هذا من أعلى درجات العفو والمغفرة فالذين قاتلوه شتموه نكلوا بأصحابه لعشرين عاما لما تمكن منهم وحياتهم موقوفة على كلمة من فمه وعشرة آلاف سيف متوجهة تأتمر بأمره قال اذهبوا فأنتم الطلقاء والحمد لله رب العالم